اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين ونالتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي واحدة ربما من المفارقات العجيبة ومكثرها في العراق الجديد مفارقة عجيبة غريبة تتلخص في انه كل النواب كل السياسيين كل قوى العملية السياسية من رؤساء احزاب وشخصيات ورؤساء كتل كل وزراء كل المسؤولين في العملية السياسية كلهم يكيلون المدح لرئيس الوزراء الحالي محمد الشيعة السودان طيب اذا كان كل هؤلاء وهم طبعا مثل ما تعرفون هم الذين يمسكون زمام الأمور منذ عام 2003 لحد الآن نفس الوجوه ونفس الاحزاب ونفس القوى يعني البعض من عندهم تغير لانه جلس بالمقعد الخلفي لانه كبر جاء بمن هو اصغر منه او استمر في الطريق لكن نفس المنهج نفس التوجه نفس العملية السياسية نفس المحاصصات الطائفية والعرقية نفسها كلها مطبقة كل هؤلاء هم من اوصلوا العراق الى موصلة اليه من فساد وخراب وطائفية وتهجير واضاء وضياء للاستقلال وضياء للسيادة وكل هذا ويعني تغول الخارج عليه وكلهم اجراء عند الاخرين طيب اذا كان كل هؤلاء يعني اوصلوا العراق هم الذين اوصلوا العراق الى قعر الهاوية وهم ايضا الذين يكلون المديح لمحمد الشيعة السوداني وهو طبعا منهم هو واحد من عدو ليس غريبا يعني هو من عدو 2003 لحد دلانه وجزء منهم ومن رشحه لكي يتولى هذا المنصب هم هؤلاء نفسهم هذه الميليشيات وهذه القوى التي رشحته ودعمته للوصول الى كرسي رئاسة الوزراء طيب من السؤال هنا لحد اللي يطرح نفسه من الذي اوصل العراق الى هذا المستوى اذا كانوا كل هؤلاء يعولون على شخص لانقاذ العراق والخروج بالعراق من عمق الزجاجة احدى هما تقول تقول رئيس الوزراء الجديد يعني هذا صادق الوعد في برنامج بتنفيذ برنامجه الحكومي هو رئيس استثنائي الله هو اكبر لوضع استثنائي لاجتماعات مجلس الوزراء استثنائية اللي عمل استثنائي ويضع العراق على السكة لصدقه مع شعبه طيب من اللي كان لها مصادق ومن اللي كان مستثنائي وهذا الاستثنائي كمية الاستثنائي اللي وضعتها فيها اي جملها ما اعرف ما اعرف شنو المهم طبعا هذا الحديث يذكرني بقصة ذلك الرجل الكفيف اللي ربما كثير منكم يعرفونها رجل كبير السن كفيف ليس لديه احد سوى احفاده صغار ولديه ارض يزرعها فسرق يعني هذا المحرك او الماطور اللي يزرع به اللي يزقي به الارض وهو يتحصر على هذا الذي سرق منه واذا بالاذان واذن فذهب الى الجامعة ذهب ليصلي فكلما وقف في مكانه كفيف وجد احدا يندسه ويقول له يعني زيح قليلا الى اليمين زيح قليلا الاشناء واذا يعني بالناس كلها تزيحه فقال قولته الشهيرة الله اكبر اذا كان كل الناس تصلي فمن سرق الماطور مالي وهذه هذه القصة تنطبق على هؤلاء اذا كان كلكم كل ارباب العملية السياسية رشحوا شخص منهم واعتقدون او يقولون لنا انه سينقذ العراق طيب هو من ورط العراق ومن رمى العراق هي قعر الهاوية من الذي اوصل العراق الى واحد من اكثر الدول فسادة في العالم اكثر الدول فشل مدينة بغداد اسوأ مدينة بالعالم شعب اكثر كآبة اقتصاد متهري وضعيت متهرية امن غير منضبط حدود غير منضبط سياد غير كامل استقلال غير ناجز اهل مهجري من هذه قضية غريبة هناك خلافات هناك تظاهرات هناك قتل من مسؤول عن هذا نعم الاحتلال مسؤول لكن الاحتلال جاء بناس يحكم وهم يقولون نحن نحن اصحاب البلد ونحن حكام البلد يعني عليهم ان يقولوا لنا وهم الذين اختاروا هذا رئيس الوزراء الحالي من المسؤول عن هذا الخراب والتبعية يعني اذا كانوا هذا الشعب العراقي هذا الشعب المغلوب على امره هو المسؤول خلي قلونا يعني اذا كان الشعب العراقي فخلي يعني يطلعون يعني وسائل الاعلام ويتهمون الشعب العراقي بانه هو اللي اللي يأدى الى خراب العراق واللي هو اللي سرق الاموال وهو اللي حش الشعب العراقي قضية غريبة عجيبة واحدة من المفارقات العجيبة الغريبة التي يريدون أن يقنعونها بها بأنهم على الجادة الصحيحة وأنهم يعني يعملون لأجل العراق وأن على الناس أن تصدقهم وتقبل بما هو موجود وترضى به واستعراضاتهم وهذه الظاهرة الصوتية نقبل بها كشعب ونعتبرها حقيقة مسلمة ونرى الأمور بغير منظار يعني يعني نجلس في المزابل ونرى أنفسنا في وسط حدائق انغناء هذا هو المطلوب المطلوب أن نعيش أوهاما هذه القضية ما عادت ما عادت ترهم في العراق ما عادت الشعب العراقي يقبل بها بعد عشرين سنة من الخراب والدمار يعرف كل الشخص يعرف كل الأحزاب يعرف كل القوى يعرف كل تفكيرها ويعرف كل كلمة قال ولماذا قيلت هذا الشعب شعب العراقي من أذكى شعوب الأرض ما احترامي لكون شعوب الدنيا من أذكى شعوب الأرض ومن أكثرها كياسة وقدرة على الفهم وقدرة على الصبر لكن صبر هم إلى حدود وسيأتي اليوم الذي صبره سيعبر عن نفسه وهذا اليوم قريب وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة